آخر طريقة موجودة عندنا بالopen addressing اللي هي double hashing double hashing من أسباها بنا نستخدم two hash functions نطلع شكل function بشكل عام h يساول هي h1 plus i في h2 it means we apply a second hash function to x and prob at a distance h2 to h2 and so on h2 should be chosen carefully the function must never evaluate to zero ننتبه لها النقطة h2 of x must never evaluate to zero a function نطلع على implementation لh2 of x a function such that h2 of x equal r minus x where r is a prime number smaller than table size will work properly نطلع عنا هون هاي اللي هي general implementation للh2 of x r minus x h e r a prime number that is smaller than table size prime number أصغر من table size هذا الفنكشن المفروض يشتر بدون مشاكل لنطلع عنا هون نفس ال data items الموجودة نبدأ بأول واحدة اللي هي 89 80 نشوف عندي هون h of x equal h1 of x plus i مضروبة في اللي هي h2 of x h2 of x هي سبعة ناقص x مود اللي هي سبعة طيب ايش هي h1 of x h1 of x اللي هي h1 of x والساول اللي هي x مود اللي هي size اللي هي standard implementation موجودة لنا ندخين عندي هون size الهاشتابل كان 10 وأول prime number أصغر من العشرة اللي هو بتطلع اللي هي سبعة ونطلع h2 of x ساوي اللي هي سبعة r minus x مود اللي هي x مود السبعة الموجودة هنا لو شوف التسعة وتمانين بنحكي h of هي فعليا لو بنعمل apply لكل ال equation كيف تطلع h للتسعة وتمانين تساوي h1 of x اللي هي ابارة عن تسعة وتمانين مود اللي هي عشرة زائد i كم تبدأ قيمة i نفس الشي عندنا ها ربنا نحكي i أكبر من أو تساوي صفر أقل من أو تساوي اللي هو size ونحكي صفر ضرب اللي هي h2 of x هاي كلها تـ evaluate to zero كم تطلع منها البالي عندنا هون تسعة وتمانين مود للعشرة وراح تطلع عنها اللي هي تسعة نعمل الـ indexing للتسعة وتمانين في نفس المكان اللي هي بتيجي أبب اللي هي الـ index التسعة تمام نشوفي الـ value البعدة اللي هي الثمنتاش نحكي h of 18 نفس المبدأ h1 of x اللي هي نحكي الثمنتاش مود للعشرة زائد اللي هي الصفر في h2 of x وتساوي اللي هي الثمنتاش مود للعشرة كم تطلع عندي هون باقي اسم 18 عشرة تطلع عندي 8 نتطلع على السل التام لنفس المبدأ لا تقبل معناها تمافي هناك نعمل عملية الاندكس لل 18 في هاي السل بدون مشاكل نشوف البالي لبعدها اللي هي 49 ونحكي عن H وتساوي اللي هي 49 مد إلى 10 زائد اللي هي I اللي هي 0 ضرب H2 وتساوي 49 مد إلى 10 اللي هي بتطلع إنا هون 9 لما تطلع التساوي نتطلع على السل التاسعة فيها ذاتها معناها تصار عندي هون اللي بنا نعمله نفس المبدأ نحكي هون اللي هي 49 مد إلى 10 اللي هي اختصارة متطلع هي 9 زائد هون 1 H2 H2 اللي هي 7 ناقص 49 مد إلى 7 طيب 49 مد إلى 7 هاي كم راح تعطينا اللي هي باقي قسمي 49 اللي حسب راح تعطينا 0 مع تساوي ناقص 0 راح تعطينا 7 وتساوي عندي هون تطلع اللي هي 9 زائد 7 9 زائد 7 تسعة واربين نكملنا هنا لو نضيف كمان قيمة اللي هي تمانية وخمسين اللي يجيب نحكي نفس المرضى H لـ 58 وتساوي اللي بتطلع 58 مدر العشرة زائد اللي هي I هي صفر في H2 X اللي بتطلع 58 مدر العشرة وهي 58 مدر العشرة ستطلع عنه 8 نتطلع على السلة التامية It's occupied معناها نضحسين عندي collision شو بنا نعمله معناها؟ نريد نعود هذه القيمة الكاملة هي 8 اختصارا زائد 1 في H2 1 ضرب H2 1 1 multiplied H2 اللي هي كانت تطلع 7 ناقص 58 مدر العشرة الثمانية خمسية مدر السبعة هاي رح تعطينا اللي هي 2 سبعة ناقص ثنين هاي رح تعطينا الخمسة فتساوي 8 زائد خمسة تساوي اللي هي 8 زائد خمسة كلها مدر اللي هي اللي هي اللي عشرة وتساوي تانا قواس هي تطلع 13 مدر العشرة وتساوي انها رح تطلع ثلاثة ماذا نعمل عدية الاندكسن لا 58 بالسر اللي هي الثالثة رح تيجي عندي 58 هون تمام نكمل الفالي البعضة اللي هي 69 60 نحكي H 69 تساوي عندي هون اللي هي 69 مدر العشرة زائد اللي هي صفر H 2 كم تطلع عندي هون 69 مدر العشرة اللي هي تطلع على السل تسعة أكيد طلع عندي هون اللي هي ماذا نعمل بدنا نزيد هاي عندي التسعة نحكي تسعة زائد واحد ضرب H2x اللي هي سبعة ناقص اللي هي 69 مد السبعة هاي اللي رح تطلع هنا هاي 67 69 أفهم 69 مد السبعة الموجودة هون هاي سبعة ناقص 60 هاي كلها رح تطلعينا واحد وتساوي عندهم معنا تسعة زائد واحد كلياتها مد اللي عشرة تسعة زائد واحد مد العشرة اللي هي عشرة وتساوي عندهم اللي هي صفر ما تبني نعمل عملية الاندكس للتسعة وستين في الاندكس صفر اللي هي بتصير عنا في هذا الشكل تسعة تسعة تسعة